لو عايزة انتاج عالي من الفراخ البلدي بتاعتك البياض انتاج بيض عالي والفراخ تبقى بتبيت باستمرار يبقى لازم تكون يفهم كل الامراض اللي بتحصل عند الفراخ وكمان ازاي تتعامل معاها يعني في امراض كتيرة جدا بالزاة الامراض الفيروسية بتكون سبب فئلة انتاج البيت عمتا الفراخ لما بيصبها اي مشكلة اي مرض اي حاجة بيأثر طبعا على انتاج البيت دي اول حاجة بتحصل فلما نكون احنا عندنا معرفة كويسة بكل الامراض اللي بتحصل للفراخ بتاعتنا وازاي نتعامل معاها وازاي نحل المشكلة وازاي نتصرف بسرعة فده مش هيخلي المشروع بتاعنا يبوز او يخسر معنا لان كل ما بتتأخري في العلاج وكل ما بتتأخري في انك تلحق الموضوع كل ما ده بيخلي الانتاج بتاعهم يقل وبالتالي احنا بنخسر الفراخ البلدي البيض مشروع مربح جدا 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 ولكن محتاج منك شوية معلومات بسيطة تخديها من يعني هادي الناس تكون ثقة ناس تكون بتتكلم بضمير اولا تعرفي انواع الفراخ الكويسة جدا اللي هي لانتاج البيت ولو عايزة الانواع دي اكتبي لي في التعليقات او احطلك الرابط بتاعها ثانيا لازم تعرفي ازاي تتعاملي معاها وممكن تربي الكاتكوت من اول عمر يوم لحد البيض بطريقة اقتصادية خالص خالص مش هتكلف معاك حاجة حتى لو هتربي 100 كاتكوت 200 كاتكوت هتربيهم بنفس الطريقة الموضوع سهل وبسيط جدا مش محتاج منك اي حاجة وبرضو لو عايزة دورة فراخ كاملة او تربية فراخ يعني الفراخ ده انا جايبها من عمر يوم وماشاء الله كل الناس اللي مشيت وراء الدورات بتاعتي الحمد لله الفراخ عندها بتبيط على اربع شهور وعلى خمس شهور بتبيط بسرعة ما تتأخرش الفراخ الوحيد يا جماعة اللي بتتأخر اللي انتي ما تهتميش بيها ما تأسسهاش صح او الفراخ اللي هي البلدي الهاجين اللي هي البلدي المشعر دي بتقعد ست شهور وسبع شهور كمان في ناس في حد يعني كان كتب تعليق مش محترم كده بيقول لي ازاي يعني الفراخ تبيط على اربع شهور ده عندي بتبيع على ثلاث شهور ونص قولوا انتوا بعد ده محتاج ايه يعني مش هارم مش هتكلم يعني انا اقول انه بيبيط على اربع شهور لا انت كدابة كلامك غلط انت جاياته بدي الفراخ بتبيط على ثلاث شهور ونص يعني ادله بالقلم على وشه ده عملتله بلوك نرجع على موضوعنا انا بقى هقولك النهار ده على اخطر فيروس ممكن يأثر في الفراخ بتاعتك ويخلي انتاج البيت بتاعك بتاع الفراخ بتاعتك قليل جدا والموضوع بسيط جدا هي حاجة بسيطة كده هتقضي عليها هتخلصك من المشكلة دي خالص من اخطر الامراض او الفيروسات اللي ممكن تضر الفراخ بتاعتنا بتحصل عن طريق النموس النموس او الحشرات اللي موجودة في المكان دي بتأثر جدا جدا يعني النظافة المستمرة مهمة جدا للفراخ وكمان في ناس كتيرة بتشتكي ان الفراخ بتاعتها فجأة كده بيظهر عندها حشرات صغنانة قوي يعني تتشاف بالعافية اللي هو الفاش او فيه ناس بقول عليه زريقة معرفش الاسم ده منين لكن احنا بنقول عليه فاش ده خطيرة قوي المرض ده او الحشرة دي لانها بتجي في ودني الفراخ وبتموتها ومزعجة بالنسبة للي بيربي لانها بتقرص بصراحة ومزعجة جدا مش هتخليك تعرفك نامي فالنظافة اساس كل الكلام دو النظافة مش بس في الاواني والعلفات لكن في الارضية ما يكونش فيه جزء في المكان مهمل مثلا قعد بالشهر او الاتنين من جرمه يتنظف لا لازم المكان اللي فيه الفراخ بالذات لان فضلات الفراخ البلد دي بالذات بتعمل الفشدة بسهولة مع الحر وكده بيظهر بسرعة فانا ان شاء الله النهاردة هقول لكم بقى ازاي نقضي على النموس والحشرات الخطيرة قوي اللي ممكن تؤثر على الفراخ بتاعتنا لان النموس ده بمنطقة البساطة كده هو السبب الرئيسي لزهور وجود الجدري الجدري اللي بيدمر الفراخ بطريقة يعني عارفين اللي هو القاتل البريء يعني هو مش بيبان على الفراخ حاجة كل الحكاية تلاقي الفراخ بتاعتك يعني كشة شوية واخد جنب شوية بتكخ كده كخة خفيفة في حبوب في العرف بتاعها كل دي اعراض الجدري بعد بقى شوية تتفاجئ بان الفراخة ماتت ما كانت حلوة وتاكل وتشرب وما تتفاجئ كده ازاي لا هي ما تتش فاجئة انت اللي ما خديش بالك من انها كتعملك كخة وتنفض في مناخرها وعشان تتنفس لانه بيعمل مخاطف الفم ومخاطف الانف الجدري من اخطر الامراض اول حاجة تاخدي بالك منها انك بتلاقي انتاج البيض قل دايما ناخد بالنا اول ما نحس انتاج البيض بتاعنا قل نبص بقى للفراخ من رقيبها عشان ده بتكون نتيجة حلوة او يعني طريقة حلوة جدا لاكتشاف الامراض بسرعة مفروض ان الفراخ بتبيض بنسبة 80 ل90% يعني ايه يعني كل 10 فراخات بيبيضوا من 8 بيضات ل 9 بيضات في اليوم ده الطبيعي وده العادي لو قل عن كده يبقى فيه عندي مشكلة بالذات لو نوع الفراخ نوع اللي هو ايه فراخ بيض تمام مش فراخ تسمين الفراخ البيض بتبيض بشكل منتظم وكويس جدا مدام احنا مأسسينها صح مربيينها صح مأكلينها أكل كويس ومدينها كل الفيتامينات والحاجات اللي محتاجاها ما شاء الله بتبيض كده بالطريقة دي 8 بيضات بدأ بقى الانتاج داي اللي بقوا 6 بقوا 5 بقوا 2 3 لا هنا بقى اخد بالي اشوف ايه السبب وألاحظ الفراخ بتاعتي أول حاجة بلاحظها نشاط وحيوية وحركة الفراخ الفراخ بتاكله بتشرب كويس بتتحرك بالنشاط وحيوية مفيش فيها مشكلة الفرخة التنفس بتاعها كويس مفيش عطسة ولا كخة الجدري بيعمل كخة كخة بس مش زي اللي هي بتاعة البارد لأ بتحس ان هم عمالين يحاولوا نفاضوا حاجة في منخيرهم عشان يتنفسوا بيبقى قافل لهم المخاطر اللي موجودة قافل لهم المنخير بتبقى كخة في كل فين وفين كده طيب ايه تاني خلينا اعرف ان ده جدري طبعا الحبوب اللي بتبقى في عرف الفراخ بتاعتي بتلاحظي بقى انه بعد كوميون تلاتة وانت مشواخدة بالك فرخة ماتت فرخة كعمشت على جنبي كده وقامت نشفة وميتة بتحسي برضو ان الفراخ بتخس وبتسيف طبعا جسمها سخن لانه ده فيروس من ضمن الاعراض بتاعت الفيروسات طبيعي السخنية هنا اعرف ان ده جدري سواء كان الفيروس جدري او كان الفيروس نيو كاسل او اي حاجة فاحنا عارفيني العلاج هقولك عليه في الاخر عشان ما تطولش الفيديو علشان انا جاي نهاردة اقولك ازاي انه هقضي اصلا عليه من الاساس مش هخلي الجدري يجي للفراخ بتاعتي اصلا يعني مش هخلي السبب اللي بيخلي الجدري يخش عند الفراخ بتاعتي اول حاجة زي ما قلنا النظافة تاني حاجة القضاء على الحشرات انا جبت مادة خطيرة قوية جماعة وسامة بس اللي هستخدمها خلي بالو منها عشان ما يغلطش الغلطة اللي انا غلطتها وما يخسرش حاجة من الطيور بتاعته طبعا مبودات الحشرية كلها غالية فانا رحت اجيب حاجة قوية كانوا بيستخدموها زمان قوي ومجلس المدينة كان بيرش بيها الشوارع اسمها توكسافين او اوكسافين انا في ناس بتقولها توكسافين ناس بتقول الاكسافين الازازة دي انا جبتها من محل بتاع مبودات الحشرية دي بعشرة جنيه تمام نقطة منها كده على لتر ومية كانت زمان جبارة ولكن انا اتريت احط الازازة دي كلها على لترين مية ازازة كانت مليانة حطيت جزء منها وكمان اشتريت بخاخة عايزة اورها لكم حلوة جدا اللي هي الاتنين لتر دي طريقتها حلوة او مريحة جدا الناس اللي هتسألني على السعر بمية وعشرة والناس اللي عايز ده رقم التليفون للمكان اللي انا جبته منه هي بتوصلك في اي مكان واي محافظة بس طبعا المفروب بتعملي اردر كبير يعني تشتري كزا حاجة عشان الشحن ما بقاش عليك غالي لان هي اصلا كمان مش رقيصة يعني المادة تكسافين دي مادة سامة جدا وخطيرة نقطة منها بسيطة كافية انها تقم تموت فيه يعني ده خطير جدا ولكن هو ما شاء الله بيقضي على النموس بطريقة رهيبة انا كان عندي اماكن كده متجمع فيها النموس بشكل غبي في احواض في حتات مظلمة في حتات اركان كده النموس فيها بس بعيد عن عن الطيور فدي كان حلوة قوي فكرة خلتني ان انا اجيبه وحطه فانا حطيت الجزء اللي كان النقص من الازازة حطيته على البخاخة دي دي تتنلت زي ما قلتلكم بس جميلة جدا ومريحة جدا ما شاء الله عليها بتشتغل بالضخ يعني انت بتحطي فيها كل الحاجات بتفكيها بتتفكي عادي برمي كده بتحطي فيها الحاجة اللي انت عايزها طبعا دايما انت تتعمدي ان انت تحطي حاجة ما فيهاش اي شوائب عشان ما تسدهاش وبتضغطي كده بالضخ كده زي الدرنبا ديت بمية وعشرة كانت زمان بخمسين جنيه من سنة او من سنتين وده ليها زرار هنا بتضغطي عليه كده بتدخلي الجوة تبدل تشتغل ترشي الواحدة شايفة من غير اي مجهود منك ما عليك ان انت هتوجهيها في الاتجاه اللي انت عايزيه بس ممتازة وحلوة جدا وسهلت علي الموضوع قوي احسن من البخاخة اللي كانت عندي المعدنة اللي انتوا كنت عارفينها دي المادة دي بقى هبدأ ان انا رشها في الاماكد تترشيها مرة واحدة او مرتين بالكتير في حياة الجلة او طول فترة السيف الغلطة بقى اللي انا عملتها ان انا رشيت في نفس المكان اللي في التيور وقدت فكرة بقى ان انا نصح يعني وشطرة وهبعد عنهم وهرش على الحيط بس فانا فعلا رشيت على الحيط بس ولكن عشان المادة دي خطيرة اوي سامة اوي فطبعا فوقع منها اجزاء على مثلا على الارض على الحيطة المهم ان فيه فرقتين عندي ماتوا بسبب ان انا رشيت في المكان في القضة جوة بتاعت الفراخ يعني معرفش لقوه فين او كلو منين اول يوم لقيت واحدة ميتة تاني يوم لقيت واحدة ميتة والحمد لله على كده يعني يعني ده رح نضحيت وفرقتين مش مشكلة انا حبيت بس اقولكو على الطريقة دي عشان تقضي بها على النموس بس ترشي برا المكان يعني من حواليه من بعيدة عن الطيور بتاعتك ده هيقضي لك عن النموس نهائية وبالتالي هتبنعي حدوث الجدري من اصله فالو اي مكان عندك في نموس ممكن تحطي على الشبابك من برا المهم بعيدة عن الاكل والمية بتاعتهم انا بعيدت عن الاكل وباتت عن المية حطيت على الحيطة بس ولكن الحمد لله مش مشكلة الحمد لله لقيت في اتنين بس لان انا كنت حريصة يعني ممكن حد يكون غشيم فممكن يكون الفراخ كلها تموت فلقي ان المادة دي سامة جدا جدا بس بالجد اريح بقى من انت تجيبي برسول وتجيبي مش عارف راجل ولا ايه حاجات دي كلها كلام فارغ ما بتجيبش نتايج وبرضو لو عندك فاش في المكان يبقى ممكن تبعد الفراخ فالس وترشي من المادة دي خطيرة هتقضي لك على اي حشرات ممكن تتخيليها بتترشي مرة واحدة بس في الحياة يعني مرة واحدة في الصيف وخلاص ما شاء الله جميلة جدا وفعلا قضتلي على النموز وقضتلي على فراختين فانا حبيت بس اقول لكم عليها علشان تاخدوا بالكو وتستخدموها لو حابد عايز يقضي على الفيروس بتاع النيوكاسل طيب بتاع الجدري طيب ايه هو بقى علاج الجدري علاج الجدري يا جماعة سهل جدا وبسيط مش محتاجين ان احنا نحط ضدات حيوية ولا الكلام ده كله اول حاجة نتنظيف المكان كويس جدا وممكن كمان نطهر المكان والرش بيود عارفين اليود البيتاري ده هنحط منه خمس نقاط على لتر ومية او عشر نقاط يعني احنا بنطهر بقى فممكن تحط غطى كده على لتر ومية تنطهر يبيه المكان ترشي كويس جدا كذا مرة بقى اليود محتاج مرتين تلاتة كمان بنلازم نحط رافع مناعة ومضاد فيروسات اللي يقول كلام غير كده ما بيفهمش حاجة لازم رافع مناعة ومضاد فيروسات حط مضاد فيروسات زيفوركس بشري زيفوركس او اي بديل ليه لو مش موجود في الصيدلية ورافع مناعة اميولانت برضو بشري بحط زيفوركس كابسول ارس على تلاتة لتر مية لمدة اسبوع والرافع المناعة برضو كابسول على تلاتة لتر مية لمدة اسبوع او ممكن تحطيهم لاثنين مع بعض برضو على تلاتة لتر مية المدة اسبوع وممكن تريح يومين تلاتة تدي فيهم مضاد سموم وتدي فيها مناشط كبد وغسول كلوي وترجع تاني تدي نفس الكرس العلاج او مضاد الفيروسات ورفع المناع ما شاء الله خلاص بتلاقي الفراخ لجهت لنشاطها ورجعت لحياوتها رجعت لانتاج البيت بتاعها عادي جدا ما فيش اي مشاكل خالص بتفضل الحبوب فيه ناس بقى بتروح تشيل الحبوب دي بديتعب نفسها الحبوب ازالتها بالنسبة ليه مزعج يعني بص عشان تجري ورا كل الفراخ وتقاضي تشيلي فملوش لازمة انت بدعم عليك تي كده وقضيتي على النموس خلاص الحبوب دي مع نفسها كده هتروح ومش هتبقى مقصرة خالص على الفراخ فما فيش داعي بقى ان احنا نقعد نفحر ونشيل الحبوب احسن طريقة تشيل الحبوب دي انك تشيليها وتتعاكي مكانها بلمون وملح بس يعني نص اللمونة كده وتحطيه في الملح وتدعاكي مكان بس لازم تشيلي الحباية لان تحت الحباية دي في ديدان خطيرة بتنتص كل غزة بتاع الفراخ لما بعالج بلاحظ ان الفراخ خلاص الدنيا تمام معاها مفيش فيها اي مشكلة اتمنى يكون الفيديو مفيد كويس بالنسبة لكم متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس عشان يرسلكم كل جديد شكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته